قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة خرطت في جهود حثيثة مع مصر وقطر من أجل الدفع بمقترح الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة ننخرط في جهود حثيثة مع مصر وقطر من أجل الدفع بحماس إلى القبول بمقترح الرئيس بايدن وأعتقد أن هذا المقترح قابل للتحقق على أرض الواقع ومن شأنه وقف إطلاق النار في غزة ووقف العنف هذا وأشار بلينكين إلى ضرورة وجود خطة واضحة وقابلة للتحقق لإدارة شؤون القطاع في اليوم التالي للحرب وجود خطة لليوم التالي أمر مهم للغاية يجب أن تكون هناك خطة واضحة وقابلة للتحقق لإدارة شؤون القطاع وفي حال عدم وجودها فإننا سنكون أمام ثلاثة احتمالات إما عودة حماس أو احتلال إسرائيلي للقطاع أو ستسود الفوضى